اشتركوا في القناة نصب نجاح وجمال المباريات والمدرجات بلا جماهير تكون المباريات بلا طعام ضيفنا اليوم أحد أهم محبي وعشاق المدرجات من عشقه للزعيم من تبوك إلى جميع مناطق المملكة وإلى خارج المملكة مع الهلال أينما ذهب اليوم وقبل أن نسجل هذه الحلقة يأتي للرياض مع زوجته ليحضر المباراة رقم 221 أمام الشرطة العراقي في تصفيات بطولة النخبة الأحسيوية أهلاً وسهلاً أستاذ يوسف ربعت الشاذلي هياك الله أبو خالد أهلاً وسهلاً ومرحباً ويعجز اللسان عن الشكر شكراً من القلب حضرت هذه المرة مع زوجتك أم خالد صحيح احتفالاً بمرور كم؟ احتفالاً بذكرى زواتنا التاسع والعشرين وتوافق هذه الفترة الزمنية اليوم مع مباراتنا اليوم إنما هو رد لقليل 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 مما قدمته هذه السيدة الفاضلة أم خالد لي لأنه أنت لما تتكلم عن كل أسبوع وأيام تيجي كل ثلاثة أيام تترك بيتك عشان تروح تحضر مباراة أو بحكم عملنا برضو اللي تطلق كمان سفر يعني أنت بتتكلم في الشهر من سبع إلى ثمانية مرات أنت بتسافر والسفرة لا تعني تروح يوم وترجع يوم قبل يوم بعد وبعضها تأخذ يومين وبالتالي في زمننا هذا في ظل الظروف اللي بنعيشها في مجتمعنا كان أقل شيء أقدمه اليوم خالد اليوم أني أنا أكرمها في الملعب بتقديم هدية بسيطة جدا يعني وفاءا لهذه السيدة طيب أبو خالد وش معنى يعني أنك تختار مباراة وفي الملعب لتكرم أم خالد بالمناسبة اللي ذكرتها مهور 29 عاما يعني هل هي أيضا بالفعل بالنسبة لها يعني تحس تشعر كذا أنه مفرح لها أن تحضر مباراة كان لمثابة التكريم ولا في أشياء أكبر من من هي تحضر مباراة طبعا لا هو الموضوع أكبر من موضوع حضر مباراة طبعا أنا بالنسبة لي أولادي وأسرتي دائما مشاركهم معايا في حضر مباراة يعني في وقات كثيرة أنا أصلا بأخذهم بحضر معايا مباراة ولكن أنت بتتكلم دائما النساء لو قدمت لها وردة تشوفها شيء كبير وهي وردة صحيح فأم بعدك أنت تقدمها وأمام جمهور وأنا أفتخر فيها ومع مين مع معشوقي الهلال وهي تعرف عشقي أنا الهلال فأنا لما أنا آجي في عشقي الهلالي وأقدم هذه الهدية وأمام الناس ولا أستحي إنما أفتخر أني أنا قدمنا هذه الهدية وأبوس على رأسها والله تسوى عندي الدنيا وما فيها الله يخليكم بعض يسعى تكم قلت عائلتك وسرتك طبعا قلت لي أنه عندك خالد وبنتين صح عندي خالد وعندي الفنانة التشكيلية شوق وعندي حور منشدة دائما للوطن ما شاء الله الله يخليهم لك خليك لهم وزوجتك أيضا طيب في الحديث أنه أصله ب قلت لي أول مباراة حضرتها كانت عام ألف وربع وتسعة هجري طبعا قلت لي اللي هي طبعا ألف وتسعمية وسبعة ثمانية ميلادي بين الهلال والنصر صحيح نهاية كاس الملك نهاية كاس الملك في جدة في جدة طبعا ثلاثة صفر والأهداف جابوها الدفاع يعني كانت كانت هذه المباراة كان تميزها أن الدفاع هو اللي جاب الأهداف ولكن هل هي كانت أول مباراة؟ أي وهي النقطة لا هي كانت بعد هي كانت أول مباراة أبدأ فيها بالترقيم آه هذا السؤال مهم أنا سأرى كنت بقوله فيها هل الفعل هي أول مباراة ولا مباراة التوثيق؟ لا هي مباراة أول مباراة التوثيق والسبب ليش معنى بدأت من هذا المباراة كم أنت أسألت وتجيب نعم كنت في فندق الماريوت وجالس قبل المباراة بيوم وتقابلت مع الكابتن سامي الجابر وكنت أحكي مع الكابتن سامي الجابر تمام عن الحضور من مبارايات وا 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 وبحكم في صديق يعني مشترك بيني وبين الكابتن سامي وهو كابتن خالد العقيلي لعب النصر كان عندنا في تابوك وكانت بيني بينه علاقة يعني وطيدة فكان فيه ود في الكلام وأشار عليك الكابتن سامي أني أرقم المبارايات طالما أن تجي من منطقة من تابوك فقلت تم من بكرة حتكون أول مباراة أرقمها متى قبلت سامي الجابر؟ قبل مباراة بيومين في الماريوت مباراة هذه؟ نعم كان هو لاعب فيه أو لسه؟ لا 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 ما كان يلاعب ولكن واجهته فيه الفندق فندق الماريوت بس بأي مناسبة وجهه السامي ما مناسبة صدفة في اللوبي وش كان هو؟ كان هو ما أذكر هو هل ما منتخاب ولا وإش ما أعرف إيش كان ما أضعيت وقته ما أذكر الفروميو تسعة هو عموما كان أربعمية عشرة هدافة إيش كان وأضعها بالنسبة لأ ما أذكر بالضرق لكن هنا بدأت القصة في التقييم طيب أنت قابلت سامي بأي مثلا؟ لا لا الصدفة ليست بموعد إيلا كان هو لاعب كان والله ما أعرف أكيدة ما أعرفت أنه سامي الجابر؟ لا معروف سامي الجابر على أنه كان لاعب معروف سامي الجابر وهل يخفى سامي الجابر؟ على أنه كان لاعب يعني هو نصحك بالتوثيق من هذه المبارات؟ من هذه المبارات كإعجاب ليش ما يعني تبدأ يعني ترمز لهذه المبارات؟ وفعلا بدأت القصة من هذه المبارات كترقيب لكل مبارات أحضرها طيب طيب المبارات هذه بالذات مدامك بتصيرتها؟ وش تعني لك بما أنها أول مبارات؟ وفايز الهلال وكأس ملك وأمام النصر وثلاثة صفر؟ تعني لي أشياء كثيرة أنها كمان صادفت أنه بعدها بيومين تم تعيني في وظيفتي في الخطوط السعودية بعدها بيومين كنت في جدة أنت كان عمرك أعتقد ثمنتعش أنا حسبت العمر الخمسة خمسية الآن تقول؟ نعم لو نقصت الفترة كان ذلك الوقت ثمنتعش؟ والله تقريبا ممكن ما في الأرقام يعني لست طيب وش كنت كنت متخرج؟ متخرج من محد الإدارة الآمة بالرياض ماخذ دبلوم الدراسات المالية طيب فضل فكانت المقابلة الشخصية لي في الخطوط السعودية بعد المباراة هذه في يومين فجمعت أنه الفوز الجميل في هذه المباراة وخاصة في جدة أنت ترى ترى الفوز على الفريق الغريم وفي غير الأرض غير الأرض وغير المكان لها في رأيي طعم مختلف والأهداف لما جت من الدفاع كان لها طعم مختلف كانت المباراة مميزة يعني بكل ما فيها وكانت قمة التنافس بين الهلال والنصر في ذكريا طيب أنت كنت وقتها في تبوك كنت وقتها في تبوك نعم وتذهب إلى تلاحق الهلال هل من ذلك الوقت من ذلك الوقت نعم طيب ثاني مباراة تذكرها ثاني مباراة لا أنا أذكر في نفس الشهر حضرت مباراة كمان كانت بين الهلال ونادي ونادي الله يعطيني اسم النادي كانت برضو فيها أحداث المباراة هذيك إذا أماني غلطان كانت الهلال والاتحاد بس ما هي نفس البطولة طبعا كانت بطولة الدوري نعم كانت بطولة الدوري كانت وقتها طيب بالنسبة لك ما هي أطول رحلة لاحقت في الهلال من تبوك إلى المباراة طبعا السوبر السعودي اللي في بريطانيا اللي أول مباراة جاء لعب فيها رونالدو جاء فيها هدف الفوز أطول رحلة هذي كأطول رحلة خلف الهلال كم تقريبا الاستقرة من كل الوقت طبعا أنا رحت قبلها بثلاثة أيام نعم وبعد المباراة قعدت كمان يومين فكانت الرحلة كلها من ذهابي إلى أيام بتقريبا كاملة تقريبا سبع أيام حتى رجعت إلى الهتبوك شفت لما رجعت الويكي بيديا سامي الجابر كانت وقت هلاعب في الفئة السنية في الإلال وتوه صعد في بداية ربما أنك قابلت هم في مباراة انتخاب أو شامل قبيل أو المهم أنه على أقل للتوثيق والتأكيد سامي الجابر كان هو لا لا بس كان سامي معروفي يعني ما هو شخصية غير معروفة وكان في يعني وليس قلتك هو ليس يعني لقاء كان رسمي لا أبدا هي كانت في لوب الفندوق ممتاز عموما هي فقد التوثيق طيب أنت كيف تحضر نفسك للمبارات يعني مثلا أكيد أنك لما تطلع من تبوك لأي مكان ثاني لأي مثلا خلنا نقول عمل إما تحتاج إلى تحضير بمبارك المبارات تحتاج إلى تذكرات سفر تحتاج إلى أيضا شراء تذاكر تحتاج إلى إقامة حيانا في المدينة اللي بتذهبها طبعا شوف أنا ساعدني وكثير أني أنا مظف أصلا في الخطوط السعوديين وبالتالي الحجزات كانت مسهلة علي الطريق ولكن الموضوع ليس موضوع تذاكر فقط أو طيران فقط الموضوع تذاكر فنادك استجار سيارة ولكن دائما تبدأ معي رحلة المباراة قبل بيوم أبدأ أجهز أني أنزل وأتكلم عن المباراة في المقاطع اللي أنا بنزلها أني أنا بكرة إن شاء الله إلى الرياض وهكذا ولكن المباراة حقيقيا تبدأ معي بنفس يوم المباراة كيف؟ لما أروح منطقة وكان يلعب فيها الهلال إذا كانت المنطقة خلينا نقول فيها من الفعاليات الشعبية زي مثلا خلنا نقول البطولة الأخيرة اللي لعبناها في أبها أذهب إلى التسبوع استفدت بمعنها كانت السوبر السعود كاسة الدرعية كانت في فعاليات فأنا لما أحضر برضو بروح الفعاليات بثوب هذا وبزي الهلالي هذا السبب ليس لأني أنا بروح وأقول للناس شوفوا لا هي رسالة بوصلها أنه رياضة وثقافة رياضة ومجتمع بأحضر أسوي لقاءات مع الناس الموجدين في المكان اللي أكون حاضر فيه فلما أكون مثلا جاي الرياض صادف مثلا يكون في موسم الرياض أجي قبل أبيوم وبنفس الطريقة ألبس ثوب الهلال قبل أبيوم وأروح أتمشي أستفيد من الفعاليات الموجودة نجي في يوم المباراة أنا يوم المباراة طبعا أحضر قبل المباراة بثلاث ساعات أو أربع ساعات ليش لأني أنا رجل أحب دائما ألتقي بالأطفال ألتقي بالشباب وأعمل معهم لقاءات أدخل فيها الفكاهة بنفس الوقت أحاول أوصل رسالة لهم بعدد المباراة اللي أنت بتحضرها وأن حضورك الملعب فيه متأة وفيه 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 فحتى أني أطهل عليهم بأسئلة كده يعني أفاجأهم فيها وكانت مثل مثل يعني أجي أقول له تخيل خيسوس لنأخذ خيسوس تخيل خيسوس في آخر لحظة اليوم يخربش وينزل بتشكيلا ما حد نتوقعها وينزل بسرعة زعيمه بس توقع زعيمه بس يجيب هدف ألا لا وهو يقول يجيب هدف أقوله الدقيقة كم يقول لي الدقيقة عشانا يقول ما هقدر يعني يتفاجأ أنه هو أنا قاعد أتكلم عن الشخصية اللي أنا قاعد أسمعه قال اوه انت لا تجيب أربعة هو من باب أنه يكون فيه ترغيب في اللقاء وبنفس الوقت دائما أحب أبين العمر ما له مقياس في موضوع الحضور إذا أنا عمري الآن بخمسة وخمسين أحضر إذا أنت يا شباب اللي عمرك الفئة العمرية اللي احنا عارفين هي أكثر الحضور ما نقول من الخمسة إلى الثنين وعشر هي أفترض هي أكثر أكثر فئة عمرية بتحضر الملعب فأنت لما تشوف شخصية زي هذه بتحضر وبتتفاعل في الملعب هنا أكيد لا نسمي يكون لها رياكشن جميل على الشخص المتلقي طيب اللقاءات هذه اللي أنت تقول ذكرتها لمرت مثلا أبها ولا غيره ولا بعضهم طريقة تسجلها وتبثها ولا فقط هي مجرد لا أنا أزلها في حسابي وقبل المباراة أثناء المباراة وبعد المباراة في حسابي في إكس لإيصال رسالة أنا الهدف الآن اللي أنا قاعد أسعم فيه بأمانة أنا أشوف أنه الجمهور واحد إذا زعل على الفريق تطلع نسمع بالمساحات لا تروحوا الملعب أنا ما أتكلم بسرع أنا ده أنا أتكلم بصفة عامة بصفة عامة هذا كلام مرفوض نحن الآن قاعدين نعيش في فترة فيها من النعم الكثير 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 الرياضة أصبحت عندنا هدف لإيصال معلومة للعالم كله من كان يصدق أنه سيكون عندنا رونالد ومن كان يصدق أنه سيجينا نيمار من كان يصدق أنه سلمان الفرج يجينا في تابوك شوف هذا سر أنا مقياس بالنسبة لي هذه كلها أشياء كانت بالنسبة لنا حلم إحنا كمجتمع سعودي الآن العالم كله سار يأتينا العالم كله سار ينظر إلينا العالم كله فأنا طيب أنا إيش دهري أنا كمواطن مع هذا مع هذا التطور اللي قاعد يسير مع هذا مع هذه الملاعب اللي بدأت الآن إحنا قاعدين نشوف حيكون فيه ملعب في منطقة اليوم عالمي جدا حيكون فيه ملعب القدية حيكون فيه الآن عندنا ملعب أرينا عندنا 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 اتجاه للعالم كله مقبلين على شيء كبير كأس العالم الموضوع مش موضوع كرة فقط لا غير الموضوع هي رسالة حتقدمها المملكة رفع السعودية للعالم كله بس هي وسيلة كرة القدم طيب كويس انت جبت لي دخلت في محوار وهو المفروض يكون لاحقا لكن بتواصل فيه مدام أنك جبت سيرة الملاعب اليوم نتكلع من ملاعب القادمة لكن اليوم الكل اللي يعني ما بقى أوكي الغالبية اللي لم يكنوا الكل يعني يتذمرون من بيئة الملاعب يتذمرون من أسعار التذاكر يتذمرون من البيئة طبعا لما تكلب بيئة داخل الملعب وخارج ملاعب سواء موقف سيارات أو غير فأنت ما شاء الله عليك رغم هذه الحواجز والعوائق ومعوقات اللي أنك تحضر بينما كثيرين بالنسبة طاغية جدا ما يذهبون إلا في مبارات معينة أو حساس أو بطولية أو تنافسية في النهائية وهذه دائما أنا أقول أنه أنت إذا أنت بتذهب فقط عشان تدخل تسعين دقيقة وتصفق الوقت بس ما يجي الهدف أنا أقول لك شكرا شكرا أنا أنا من في حاجتك أنا أتكلم من وجهة نظري أنا ممكن تكون صواب ممكن تكون يا أخي أنا أحضر المباراة معلش إيش الضرريات اللي أنا أحتاجها هذا وإنت بتجي في تسعين دقيقة فقط أنا ما أقول لك تعال زعيمه بس قبل ثلاث ساعات لا لا أنا أتكلم أنت اللي قاعد تجي قبل المباراة بساعة وتنصرف من المباراة أول ما يصفر الحكم إيش الخدمات اللي أنت بحتاجها واللي ما إذا ما كانت موجودة تمنعك عن حضر المباراة واحد أسعار التذاكر أسعار التذاكر ممتاز أسعار التذاكر هي مشكلة وأنا أشكر نادي الهلال على التصرف الأخير اللي سار في الحد من موضوع التذاكر الوهمية اللي بتباع في المواقع هذا لو تم فعلا حصر هذا الموضوع وحله ما حتكون في مشكلة في التذاكر نحن اليوم عن مباراة هذه اللي حنا حضرينها اليوم تمام مباراة الشرطة مباراة الشرطة التذاكر في متناول الجميع كم قيمتها؟ ومتوفرة يعني تقريبا بستة وارفعين ريال أو حاجة زي كده مبلغها إنت حصلت على التذاكر؟ إي أنا حصلت على التذاكر وين حصلت؟ حصلت عليها من موقع ويبك شرقت نشره؟ عما طبعا شرقت نشره شرقت نشره شرقت نشره شرقت نفسك نعم كم شرقت؟ والله أنا استريدت أخذت تذكرتين وبعدين أخذت تذكرتين وحسست ثنين من الأصدقاء هنا حبوا يحضر وقلت أخذت لهم وارسلت لهم عشان يحضروا اليوم بس المباراة أي درجة؟ درجة؟ لا الدرجة هي جنب الرابطة جنب الرابطة أنت تحب المكاية جنب الرابطة؟ أنا أحب الرابطة هذا في المتناول كقيمة؟ متناول أنا أشوفه المتناول لماذا في فئات أخرى؟ غالئ جدا والله علما عشان تكونوا صار واضحة للناس حسب تصريح سمو وزير الرياضة أنه في 30% من سعة الملعب لا تتجاوز قيمتها 30 ريال مظهور ما بعد ذلك أو الفئات الأخرى مفتوحة للنادي يحطها بـ 50 100 1000 شيء يحصل والتالي شفنا بعض الأندية وضعت في مباريات 200-300 ريال صحيح وهي درجة عادية ليس الدرجة مثلاً الـ FIB أسعار التذاكر أنا أقول لك يعني في بعض الأيام وخاصة في ملعب أرينا تحديداً ملعب أرينا وصلت الأسعار إلى 340 ريال هي أكثر نعم صحيح وصلت وكثير من الناس ما توقع أنه عنده القدرة المالية خاصة خاصة قلنا نقول اللي هو المتوسط الدخل لو أريد بروح ثلاثة أشخاص تقريباً تتكلم عن ألف ريال نعم صحيح هذا أقل سعر هذا أقل سعر أنا شفت بعض الأسعار في الـ FIB إيه في أسعار جزء مبالغ فيها أسعار مبالغ فيها ولكن ولكن أنا 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 في رأيي أنه الأمور متجهة إلى غير هذا الاتجاه قريب جداً اللي هو اللي هو حيكون فيه موضوع نضرب بالنسبة للموضوع التذاكر والله ما في حد قال كلام هذا للأسف يا أبو خالد الكل متخوف من أنا أقول لك ليش يعني متضخم الأسعار طيب أنا أقول لك ليش الآن مبارات الأهلي مبارات الأهلي مبارات الأهلي الأهلي والهلال رسوء الجاي أنا دخلت وشتريت عليها تذاكر بالأربعين بالأربعين ما كنا نشوف الأسعار هذه من الأول وخاصة أننا نحن في الهلال وفي الجوهرة ما كنت تشوف الأسعار يغطي التكريف بحمد نسبة جمهور الهلال في الملحب قليلة قليلة ثلاثين مئة فبالتالي أنا ما أمري شفت السعر هذا لأنه على فكرة لما يكون بعض الأندية تغالي في السعر للطرف الآخر لعدة أمور من بعضها من ضمنها أنه يقل حدد الحضور للتعجيز الحضور للتعجيز الحضور فعاربعين من هذه من الأهلي في المتناول وجيدة ممتازة والله ممتازة مدام جمت سيارتها والله ممتازة تشكر الإدارة تنادي فهذه يعني يعني تخيل المبارات أنا لآخر المبارات طبعاً تابعت هذا الموضوع فيها لموضوع التذاكر الاتفاق والنصر وضعوا بعض التذاكر بمئتين أو ثلاثمائة ريال في ما يخص جمهور النصر تحديداً في يوم والأيام شهدنا قبل فترة طويلة قبل سنتين فئة محددة للأهل أمام الشباب مئتين ريال صحيح بينما مثلا جمهور الشباب تلقى بثلاثين أو عشرين أو عشرين وقص عليها عندي أخرى وحتى مثلا لما تروح يروح التلال والنصر والله الاتحاد القصيمة أو التبوكة وغيره تصير في أسعار مبالغ فيها والله أنا شوف أنا 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 هذه مزعجة جداً مزعجة جداً أنا 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 طيب أنت كيف كمشجع والطالب المشجعين بالمحضرون لا يمكن والله يشوف نقطة 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 أنا أسميها نقطة تجزال نأتي على بيئة الملعب بيئة الملعب لمنك تحضر بشكل مستمر تمام ما في شك أنه ملعب الأمير الفيصل من فعل كأحد الملعب الكثيرة اللي حضرنا فيها مشكلة الملعب المواقف أكثر من مشكلة البيئة داخل الملعب صحيح كثيرين تدمرون من المواقف هذا موجد مواقف هذا موجد مواقف يعني أنا لما أجي أحضر أنا بلقى لأنه يقول لك أنا أحضر بدري أجي وأوقف قدام الملعب لكن في كثير ما بيحضر أنت تجي قبل ثلاث ساعات تقول إيه ثلاث ساعات لا في ناس يبغوا يجي قبل مرة نص ساعة قبل مرة نص ساعة أوروبية ساعة وحقه ما تقوله بالعقسه جيد يعني قبل نص ساعة عبما توقف سياسك عبما تنزل لكن لكن أنا بطالب الجمهور بالعشق وليس بال الكيفية اللي ستحضر فيها في المبارة عشقك للنادي أنت إذا تبغى ناديك يحصل على بطولات رأيي أنا أتحمل وأتعب وأطمع في يوم الأيام نتصلح البيئة نحن أول جماهير فرحة في ملعب منك أرينا فرحنا فرح يعني لدرجة أنه كل هلالي وأنا تكلمت في هذا الموضوع كثير كنت أسوي اللقاءات قبل أن أذهب كنت أسأل الجمهور ما رأيك في فكرة أنه سيكون لنا ملعب منك أرينا الكل كان مبسوط صحيح منعب خاص مكيف ومكيف وعند إعداد جيد وغير كذا أنه حتى المواقف تشيل لو تبغى إلى خمسين ألف ما عندك مشكلة غير كذا أنه حتى جوا تهيئة عشان تدخل إلى الملعب ومنطقة الكوفيهات وهذا قريبة جدا من نفس الملعب تدخل الملعب الملعب تشوف اللاعب قدامك كأنك تمسكه بيدك هذه كل الصوت كل هذه أشياء يعني تشوف بقيمة المبارات وكأنك في الدوليات الأربية بالضبط هذا ملعب أرينا المملك أرينا بالضبط بالضبط وإحنا مقبلين طيب إذن هذا ممتاز بس ينقص فقط التوسع التوسع ستزيد إلى سبع عشرين صحيح ينقص أن يكون الأسعار تذاكر في متناول الأسعار الملاعب اللي الآن قايمة أنت إلا الأخ الجوهرة الجوهرة كان الملك فهد الله قبل ما يقفل الملز الدمامة كده روحت يمكن قصيم كلها الطائر الكلام الأكثر حول بيئة ملاعب من الداخل بيئة أيضا لا تتوفر فيها الإمكانات ومتطلبات المشجين صحيح 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 صادق على هذا صادق على الكلام هذا مئة بالمئة ماذا ليش اللي تتبغت كمشجين أنت الآن روحت وخصوصا أنك مثلك ماذا رحت تقبل هذه الساعة لكن دعنا نقول لي روح أثنان براقة من براقة من الساعة ساعة هذا اللي يمكن عنده تطلبات محدودة أنا كمشجة إيش أحتاج أحتاج درة مياه درة مياه تكون معداد جيد تمام أنا أحتاج إلى كافاتيريا تقدم لي أسعار معقولة كمان هذه نقطة مهمة جدا الأسعار مبالغ فيها جدا أسعار الكافيهات يعني كاسد شاهي بـ 11 ريال والله كثير كثير يعني هذه هنا أنا هذه مع الناس يعني مو ما أقول لأنه أنا ممنوع أني أدخل كم برا أنا قررت المياه ممنوع طيب أنت تحرمني أني أدخل مشروبات مو يا وا 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 طيب في المقابل في المقابل سوي شيء للناس ذولا الناس ذولا أكيد أنت بتأخذ يمكن أن يؤخذ منهم أجرات يعني أنا ما أعرف يمكن هذا السبب هو اللي بخليهم يحطوا هذه الأسعار نقطة جوارية أنه أيضا الرغم يعني أنه عدم توفر شيئا كثيرا إذا توفرها تكون غالية غالية جدا أكل وشرب وغيرها غالية جدا وحتى كمان أنه يعني غلاء والمادة نفسها ماي كواليتي كمان تستاهل خاعل هي الكواليتي سيئ يعني أسوأ أنواع المشروبات اللي بتجي بأمانة نتكلم إذا كان نبغى الصراحة إلا أكيد المشروبات نحن نتكلم عن المعايش الملعب المشروبات المشروبات يعني من أقل الأنواع اللي موجودة في السوق الحلويات اللي هي البسكوتات اللي هي جات اللي الوعد يتصبروا السناكس بسبعا ما يعني ما أعرف أنا أنا يعني يعني كان من يعني من من الجميل إذا كان في بوكس مثلا في أشياء معينة يكون جاهز يستفيد منها بسعر معقول التاجر اللي بيجي بيعرض السلاء وبنفس الوقت تكون جميلة للشخص اللي بتكفيه نعم المستهلك المستهلك سيكون فهذه واحدة من الملعب الكراسي حقية الملعب طبعا إذا نجي على البيئة اللي هي الكراسي اللي الآن نجي على بيئة الكراسي هل أقولك مرقمة ولا غير مرقمة طبعا عندك الملز ما في ترقيم ما في ترقيم ما في ترقيم ودخل وقعد في المربع اللي أنت فيه آه هذه مشكلة ثانية هذه مشكلة ثانية أنا ما أقولك ما في مشاكل يعني مشاكل ملعب الملز أسوأ من أول لا لا أنا أعرفها جيدة كالما لمز يمكننا الروح ونجد مواقف اليوم طبعا مع كثرة المتنزهات وغيرها والحدائق وماذا ذلك ضاقت هذه والحفريات وا 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 فإذا كان أيضا البيئة الداخلية مثل ما تذكر وأذكر يذكر كثيرا على فكرة أنت اليوم تشرح أشياء لا بالنسبة للملعب الملز ما في ترقيم هذه مشكلة ملعب اللي كنا في القصيم ما في ترقيم هذه كانت مشكلة 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 والخلود فعلا كانت معاناة طيب لو قلنا على كذا أنت ما شاء الله حضرت كل ملعب المملكة صح؟ جميع حضرت جميع حضرت لو قلت لك مش أفضل ملعب حضرت فيه من حيث الدخول والمقاعد وتوفر ما تحتاجه من مواياه وأكله وغيره مش أفضل ملعب أستاذ ما يكفى اللي يكفى الآن للتجديد نعم كانوا أفضل شيء أنا بالنسبة لي والجوهرة بدأ من أن نتكلم الجوهرة يضم الملعب اللي يضرر فيها مثل الجوهرة كويس بس في عندهم مشكلة اللي هي؟ المنظمين أقولها بكل أمانة المنظمين يحتاجون أن يكونوا بتعامل بسلاسة شوي مع الناس أنا لاحظتها المنظمين أنت في أكثر أمبرات أمبرات أي طرف هل هذا الاتحاد الأهلي يعني صحيح اللي نعرف أنه في شركات يعني مش شركة واحدة هل هو بشكل عام لا بشكل عام بشكل عام أتكلم أنا يعني أعطيك مثال أنا عندي شاحن حقي الباورباند أنا رجل بحضر بدري فبالتالي وأنا مرتبط في أعمال يعني واحدة من ثنتين يا أما أني أضطر أجي قبل المباراة بفترة بسيطة جدا على شام موضوع الشاحن الجوهرة وإلا أنا عندي أنا أرد على إيميلات وأنا قاعد أشجع عملي ما ممكن نجاح العملي كمان فبالتالي لازم الجوالي يكون مشحون فأنا عندي باورباند دخلت في جميع الملاعب إلا أستاذ الجوهرة لما أجي ما يدخلوني طب ليه ما يدخلك في الباورباند يقولك ممنوع يا جماعة الخير ليش أنا حضرت في كل مباريات بحضر في نفس الباورباند يقولك أبدا مستحيل انسى الموضوع أنا في يوم اليوم رجعت من ملعب الجوهرة رجعت وتفرجت المباراة في كوفي لأنه كان عندي عمل مهم جدا مستحيل الجوال يطري والله رجعت وأنا جاء من تبوك ورحت تفرجته في كوفي هذه حقيقة طيب أنا كيف عندنا نقطة تحديدا لما قلت أنك عندك يميلات شغل عشان بس نأصل الموضوع يمكن كان في محور ثانية لكن ضيفة أنك أنت أيضا كنت موظف عشان الناس تعرف كنت موظف الحطوط السعودي لمدة ثلاثين سنة في مطار تبوك صحيح تقعت والآن مدير إدارة الجودة والمتابعة لشركة الشاذي لمشاغل المطار صحيح بالتالي هذا من مهام عملك صحيح عشان صحيح قد يقول قائل خمس خمسين سنة ويروح يجي وش عنده شغل صحيح بس نتأكيد أنت تقصد عملك اللي هو العملي الرئيسي الرئيسي الآن يعني احنا احنا مشاغلين لمطارات المطارات نتكلم على عمل حيوي 24 ساعة في 24 ساعة في 24 ساعة في 24 ساعة فبالتالي لازم يكون عندي جوال مشحون على طول تجي يجي عندك وقت معين تحتاج في انك تتواصل مع المعامل احنا دائما مع النظام وليس فوق النظام احنا مع النظام ولكن يعني انك تمنعني اني ادخل بوربا هذي مشكلة هل سبق ووصلت هذه المشكلة والمعانات بأي طريقة كانت سواء بمثلا رسالة الى وزاة الرياضة جاءت عن طريق مثلا اكس بدأ انك تشفع عائل في اكس والله اكون صريح معاك لا والله ما يعني انا اقول لك في يوم الاهم رجحت بس هذه تكفي رجعت انت لا توجد رسالة بس انك ستظن انه مثلك كونك تروح باستمرار وغيرك كثيرين يعني انا اقول لك موقف لما يشرح مثل هذه المعانات في اي مكان توصل يعني انا اقول لك موقف حصل معي هنا في استاذ الفصل ببعد جيت ادخل رفض رفض تام الموظف المنظم اللي برا انه يدخل الشاحن قلت له لو سمحت ابغى اي موظف موجود من وزارة الرياضة اذا كان احد منهم موجودين على هذا بالفعل بالفعل وانا وديت الشاحن للسيارة ودخلت على مضض ولما دخلت جوا فعلا لقيت شخصية انا ما عرف من هو ولما اتكلمت معاه عرفت ان هو موظف الوزارة على طول معاه جهازها سلكي تكلم مع البوابة قلهم على اي اساس منعتوه ما في نظام يمنعه الان الرجل حيجيكم وحيروح يدخل الباورباند ويدخل فيه هل هي قرارات فردية انا ما اعرف هذه انا انا اتكلم عن نفسي حصلت معي انا دخلت في الباورباند في كل الملاعب ما عدا الجواهرة انا عندي مشكلة فيه طيب ذكرنا الافضل صح نعم نتمنى انه كل كل الملعب يكون اجمل والافضل من الاصلاح؟ طبعا ملعب يفتح أو ملعب الأحسر القديم؟ لا ملعب الأحسر القديم آه أوكي هذا هذا وشي فيه سيئة؟ وشي المعانات؟ كل شيء كل شيء فيه سيئة واضح ملعب حكيمك مرة 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 لن أنسى التعب اللي أنا عانيته في هاداك الملعب لن أنسى أبدا وكثير كثير من الأصدقاء اللي حتى معانا في X تكلموا عن نفس الملعب وعن نفس الملعب كنا محظرين وصلت مجموعة كبيرة كم رحت بمره هناك يمكن خمسة أو ستة مرات ورغم معنات تروح ما فيه أنا ما فيه شئ عندي سموم معناه ما عندي شيء يمنعني عن حضوره لا المهم مكان ولكن انت سألتني أنا لازم أجيب ما أخبي ليش أجامل أقول لللي موجد اشوف ابو خالد نحن دائما نهدف إلى تسليط الضوء على الجميل والسيئ على الشيء المميز والشيء الذي يحتاجه لتعديل أو السيئة أو المثالة كارثة أحيانا وبالتالي المسؤول يسمع ويشوف وأكيد أن المسؤول عندما يسمع ممن يحضرون الملاعب وهم عندهم الشغف والقوة والقوة المتفاعل أنه أكيد بيكون ردة فعل هذا اللي دائما نهدف إليه وأكيد نثق في المسؤولين عندما يتيقنون من سلبيات ما يحاولون إصلاحه وعلى النقيض زي ما ذكرت أنه كان في سلبيات ببعض المنظمين لا أنا وجهت كثير من هو يثلج الصدر بأمانة بالتعامل أعطينا إجابات أخرى من الإجابات الأخرى كانت في أستاذ الملك فهد مباراة كأس الملك مع النصر العام الماضي نهاية الموسم والانتهت في البلانتيات وفاز فيها الإلان طبعا أغمى علي طائعا وصار عندي هبوط في السكر وفجأة وجدت نفسي كأني في بيتي مش في ملعب من اهتمام سواء الناس مسؤولة سواء الناس ذو صفة طبية يعني فعلا شعرت كأني في تبوخ وفي بيتي شعور ما أنسى للناس ذلك كيف كانوا كيف من يوم ما هويت شعرتهم وأنا حتى وأنا هوي الناس تلقاتني استلقاء اهتمام كان لأبعد مما كنت أنا أتخيله وبقى في نفسي أثر جميل مع فرحة المباراة طبعا كان الفوز تعرف يعني الهبوط هذا بعد النهاية ولا ثنان برات ولا لا وقت أول ما صفر الحكم انتهام برات فوز الهلال مع فرحة الفوز والإنفعال جاني هبوط في السكر وأقم علي حقيقة التعامل اللي شفته بأمانة أقل الشيء للواحد تسوي لهم إياه والله هذا أجمل موقف ممكن أنت تتعرض له ممكن أي واحد تتعرض له الله يعينك يعين كل من عندهم السكر والضغط يعني حتى وعندك السكر وإن شاء الله ما عندك ضغط طيب قلنا انك انت قلت انك انت بما انك يعني موظف خطوط السعودية سابق وموظف تشتغل في ميدان سهل انك تحصل على تذاكر السفر تذاكر السفر فقط لكن تذاكر المباريات قلنا أنه أيضا انت بتحول هل مر في يوم الأيام عليك صعوبة في انك تحصل على تذكرة أو تذاكر المبارات وشعرت كذا بنوع من الزعل الغضب وتسهلت ولا صعبت ولا حصلت ولا ما حصلت وصلت عليها ولا ما حصلت عليها صحيح كانت مبارات كأس آسيا اللي بالرياض اللي أمام بوهنغ ما قدرت أحصل على تذاكر وتعلم مباراة مثل هذه بالنسبة لي أنا نهاية آسيا يعني أي واحد فقمت أرسلت رسالة في تويتر قلت أنا ححضر المباراة عن طريق جوالي وقدام الملعب وححسبها كرقم حضرتي الملعب أنا ما حصلت تذاكر زعيمه بس لم يحصل على تذكرة وفعلا كنت ناوي أنه لو فعلا ما تستطر تذكرة كنت ححضر في خارج أسوار الملعب وكنت حفتح فيها على الجوالي حتفرجها وكنت ححسبها أنها كمباراة حضرتها زعلت ملعب كبير ستين ألف شيل تقريبا وما تلقى تذكرة يعني أثرت في نفسي كثير بمهنة إلين وأنا في الملعب جتني الرسالة على جوالي أنتكم واحد هذا عند أبا من الملعب مش شوى ملعب أبا من الملعب بره ما تكرت إيه جاءتك رسالة من مين مني شخص عزيز قال لي الآن تجيك التذكرتين برضو كانت معي أم خالد الله أم خالد معك معي أم معك تذكرة نعم تعبت مخالد والله أم معك كذا تتكرم أنا ما تتكرم بالله أكيد الله يعطيك الصلاة فيها وحصلت على التذكرين ودخلت وحصلت على التذكرتين ودخلت طيب بالمناسبة أكيد تذكر مباراة طبعني يمكن أشهر مباراة أشهر مباراة مرت على الهلال اللي كان الحضور فيها الجماهيري طاغي جدا من الساعة تقريبا بعضهم يقوم سبعة صباحا فجرا نائمي عند الملعب كانت مباراة سدني الشهيرة اللي الله يعيدها حضرتها حضرتها كيف مدام أنك جيت محاصة تذاكر تتذكر أكيد الجمهور كان بالفعل في جمهور أيضا خارج ملعب كثير مش سدنيا قصدك عن أبو هانك مباراة أبو هانك كنت قبل الملعب بفعلا حقيقا ثلاث ساعات بالضبط كنت قبل الملعب ومعاهم خالد ثلاث ساعات بالضبط كان طغيان برا من الجماهير وما في تذاكر ثلاث ساعات بالضبط أنا أذكرها المباراة هذه كل تفاصيلها وما كان في تذاكر وكان في عدد كبير عدد كبير 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 فوق مهما وصلت لو كانت ساعة الملعب مضاعفة استوعبت استوعبت صحيح مئة بالمئة بالتالي هذا ليش نظر به المثال أنه نقول ترى الجماهير تريد أن تحضر لكن يسر لها الأمور وعلى فكرة من الأشياء المزعجة جدا في الرياضة الآن وكيد أنك تحضر كثير هي زحمة الرياضة يعني لو كنت حتى قريب من الملعب ملز مثلا لو كنت قريب منها وتريد أن تحضر مباراة في وقت الذروة مثلا من الساعة سبعة خمسة أحيانا مباراة في خمسة سبعة أحيانا ثمانية قبل الساعة لا يمكنك تصل الملعب مهما كانت قربك قبل الساعة يعني أنا مرة كنت في القيروان واللوكيشي أعطاني ساعة وربعة تقريبا لما مشيت بعد نص ساعة سادت المساحة في المساحة بساتين وهذا تأكيد أنه دائما مبارايات الهلال في الشوطة الثانية تشوف شيء غير بداية المباراة بسبب الزحمة بسبب الزحمة دائما في مبارايات الهلال الشوطة الثانية لو تجي تنظر مختلف تماما عن الشوطة الأول أنت تشوفها بنفسك في ملعب صح؟ إيه في الملعب في الملعب أنا أتكلم أنت الآن ترى لما تقول الشوطة الثانية مع أنك وأنك تحضر قبل الساعات أنك تشوف العدد في الشوطة الثانية أكثر بشكل رهيب كثير خاصة 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 في أستاذنا من في صنفات تحديدا الشوطة الثانية دائما يكون مختلف طيب هذا السؤال يجري إلى السؤال أنه نسمع كثير أنه المناء التذاكر نفذت تذاكر مثلا بيع أربعين ساعة الملعب مثلا خلنقول خمسين أو ساعة الملعب مثلا عشرين وبيع ثمانطعش صغير يتطلع أقل من هذا المعلن بثلاثة أربعلاف خمسالاف تلاحظت الشيء ملعب هل هو بالفعل حقيقي الناس تقول أنه مثلا الكاميرا ما تقرب الزوم على المدرجات وبالتالي تشوف الفراغات طيب هناك تضاره بين ما ينقل وبين ما يباع وبين الحضور طيب أعطيك مثال حقيقي توب والأنذر مباراة الخلود رجعت أنا دائما ترى الفكرة الخلود الأخيرة في القسيم في القسيم نفاس في الهلال أربع أربع أثنين ترى أنا دائما لما أرجع تبوك أبحث وين ألقى المباراة كاملة أتفرج عليها بعد ما أرجع تبوك لازم كل مباراة أحضرها اللي شفته بعيني اللي شفته بعيني في الداخل الملعب واللي شفته في التلفزيون شي غريب وين الغريب فيه الغريب فيه ولا كأنه فيه يعني إلا حفنة من جمهور الشلال موجود بينما بالواقع الملعب كان تقريبا تقريبا بس خلف المرمى هو اللي فاضي اللي شفته بعيني أنا طول المباراة من إخراجه هذا موضوع كبير 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 ولا كأنه فيه شيء اسمه جمهور هلال حضرهم هذه عن مباراة الخلود الأخيرة كلامك هذا على فكرة ترى يعني فيه مستقية كبيرة كثيرين من المباراة مش فقط مباراة هلال كثير مباراة نشوف أنه يعني فيه تذمر كثير من الأخراج أحيانا مثلما ذكت لك العداد اللي تذكر العداد اللي تباع الفوارق هذه ما زالت مزعجة للمتلقي والمتابع بشكل عام طيب هل تجد تسهيرات خاصة أنت في ملعب بما أنك معروف أبدا أنا أدخل شخص عادي ولا حتى أبين نفس أني أنا أبدا أنا أدخل بطبيعتي وأخرج بطبيعتي واللي يمشي على الناس يمشي عليهم أبدا ما بحاول حتى أني أنا أصر أدخل مني عارف أنا فكري لما أدخل لما أدخل أفكر كيف أسوي لقات يهمني الأطفال والأشياء اللي دائما أستحدثها في عملية التعامل مع الناس يعني بدأت في آخر ثلاث مباريات الآن في عمل شي جديد يلفت النظر أو يحب بالناس أجي أمشي 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 بين مدرجات وأشر أصبعي على طفل ما وأشر عليه أنت بطل قل ليش ليش لأنك إلا لي ويقوم الجمهور يتفاعل معها هذه بدأت فيها لي الآن ثلاثة واربع مباريات أطبقها ولقتني تكون أنت قريب من القوة الزرقة والمدرج وكذا لا 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 أنا في كل مكان طيب مدام جبت أنت سيرة الجمهور كذا القوة الزرقة كثرة الكلام حولها ورابطة الهذاب شكل عام وأنت ملتصق بالجمهور ملتصق بالمدرج مستئين جدا وأنا أول المستئين لماذا لأنه ما هي هذه قواتنا الزرقة اللي إحنا نعرفها إحنا 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 صار في درب كبير بأداء القوة الزرقة هو الآن مش تهدين الناس ويحاولون أنهم يقدموا أكثر وعندهم منطاقة ويدخلوا من أول مباراة إلى آخر مباراة والمنظمين يحاولون أنهم يعملوا عليهم لكن ما هي هذه قواتنا الزرقة لا إحنا طبعا بشيء كثير فيه اختلاف فيه اختلاف فيه اختلاف إلى 40% 40% تعني شيء كثير في الأداء عن ماذا تقول 40% هل كانت في وقت مثلا ممتازة يعني وخفض بصدر هل مثل ما يقال أنا عفيفي وراح ولا بشكل عام لا 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 أنا ما أتكلم عن شخص أنا أتكلم عن نوع الأهازيج أنت إيش اللي يشجع إيش اللي دائما ميز الرابطة الهلالية القوة الهلالية قوة الزرقة نوع الأهازيج وطريقة ألقاءها فيه انخفاض كامل ولكن أنا اللي نسمعه الآن واللي قاعدين نسمعه أنه حيكون فيه خلال الأسبوع هذا أو القادم حيكون فيه اختلاف بالكامل بالقوة الزرقة ونتمنى والله طبعا أنت بحكم أنك وش آلية هل تعاملت معهم مثلا أنه اللي نعرفه أنه اللي ينضم إلى القوة الزرقة تأتي التذكرة ويحضر وصل إلى أحيانا من شاء الله ما ده كم عشر ألاف بمرحلة مراحلة تقريبا أعتقد أنه صحيح صحيح اليوم يقول لك نخفض إلى أعداد كبير لأنه بعضهم صار ما يحضر أو يأخذ التذكرة ويحضر مكان ثاني ما هي الآلية التي تعرفها أنت تعرف الآلية عنهم أقول لك شيء أنا أخاف أنه يزعلوا علي لا أخليهم يزعلوا بس هم شيء يطوروا ليش يزعلوا أنت يزعلوا منك اللي بيزعلوا منك ما أحترام بالله هذا ما عنده سالفة ما أقول لك أحد الزملاء في إكس اللي مهتم في أنه لما تجي تذاكري في الزحر وفي أحد المساحات يقول اتصل علي أحد من القوة الزرقة إذا هو تذكرها وأنا أثق في الرجل وأثق في مصدقية الرجل يعني يعني القوة الزرقة صارت أيضا تقتل على أعضاها ما تعطيهم ما أعرف هذا الكلام أنا ما أعرف إيش تفسير هذا الشيء ولكن هذه حصلت وأنا سمعتها بإذني وأثق في الرجل حتى لو سؤلت أجاوب وأوضح من هو الرجل اللي جاء له الاقتصاد لما يصير مثلا في تواصل مع أحد منك نعم لأنه هذه نقطة مهمة جدا إحنا 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 إيش اللي يميزنا في الهلال عن غيرنا إيش هل إحنا عندنا شغل مؤسساتي في الهلال وإحنا دائما نفتخر فيه هذا العمل المؤسسي صاح أو لا صحيح وشفنا الرئيس الذهبي لما سو لقاء قبل حوالي اسبوعين مع القوة الزرقة في النافر أنا بالنسبة لأسدامة نسمي الرئيس الذهبي هذا يعني لما يجي الشخصية مثل سعادة الأستاذ فهد بالنافر ويجي ويشوف ويوقف على القوة الزرقة معناته أنه في أشياء ذات تسير قوة الزرقة طيب أنا في ظل هذا الدعم من إدارة رئاسة النادي وأسمع ومن شخص أثق فيها وما عندي مانع لو سؤلت أقول مين أنه يقول يتصل عليه واحد من قوة الزرقة يقول ما عندي تذكرة أنا أحط خطوط حمر كثيرة جدا هذه جزء مهم الجزء الأهم هو الأهازيج الآن الأهازيج اليوم اليوم أنا أسمع في المساحات وأشوف في كثير من رجل الفعل أنه اليوم الأهازيج ما هي متوافقة الأهازيج مبتذلة تسير بين قوسين تسير للرابطة ولي قوة الزرقة ولي جمهورية بشكل عام بدأ التركيز للأسف للأسف بدأ التركيز أنه نبعد عن الأهازيج المشجع النادي الهلال والتركيز على كيف يتجه للمدرج الآخر ويحاولوا يبينوا أنه مثلا استفزاز المدرج الآخر أقولها بكل أمانة وبكل شجاعة هذه بدأنا نلاحظها كثيرا أنا أنا إيش اللي أبغان من قوة الزرقة إيش اللي يهمني من قوة الزرقة يهمني من قوة الزرقة الأهازيج اللي تشجعني أنا وتثير عاطفة الهلالية داخل الملعب هذا المهم بالنسبة لي إيش ولكن المباراة الأخيرة اللي أنا حضرتها استهجام كثير على الجمهور الطرف الآخر أنا أبو خالد أحيي ليس إسقاط أبو خالد أنا هنا أحييك تحيي الرياضة التنافسية الحقيقية أنك ضربت على الوية الحساس ومهم جدا أنه بدل ما أنت تحفز الجمهور وتطرب الجمهور وتحفز اللاعبين بأهازيجك اللي معروفة صرت تناكف الجمهور الآخر صحيح هذه معيبة بحق أي ناس ما بالك بجمهور بجمهور أقوى فريق امتاز نحن بالجوهرة بالجوهرة في مبرارات أمام الاتحاد على الجزء البسيط تم إسكات الجمهور الاتحادية من جمال القوة الزرقة أجل الآن يعني بأمانة أنا أقول لك بأصراحة مبرارات قادمة في الجوهرة أسكتوا الرغم العلد اللي يحسير الثلث تقريبا أسكتوا جمهور الاتحاد نعم جمهور الاتحاد نعم سكت مواتحاد الصخب نعم قالوا تقريبا هو الأهلي الأفضل نعم المبرارات التي تهت واحد صفر بالنتيجة ولا بالأهازيج بالنتيجة لا انتهت واحد صفر أسكتون بالأهازيج نعم بالأهازيج طيب بالمناسبة لما قلت أسكتون بالأهازيج كثيرون وهذا تقريبا نصادق عليهم صحيح التعبير الاتحاد والأهلي الاتحاد كجماهير هم الأفضل أكثر حضورا أكثر تفاعلا في المدرجات وأجمل في الأهازيج صادق صادق ولكن أمام القوة الزرقة اللي نعرفها كانت تغطي القوة الزرقة كانت تغطي ما في شك يعني أنا حضرت أنا أتكلم عن نفسي أنا وأما رأيت في أمام الأهلي وأمام الاتحاد تم الإسكات تم الإسكات ولم يكن موجود في الملعب غير القوة الزرقة اللي كانت خلفه مدرج خاصة في الجهرة على كبرى الجهرة ملعب جميل أساسا ملعب نفس الجميل مدرجة رغم أنه طبعا فيه سلبيات التهوية أو ما إلى ذلك لكن بشكل عام لكن احنا نطمع من يوجه رسالة من هالمقام الجميل هذا احنا في حاجة القوة الزرقة أنها ترجع أقوى وأجمل وأمثل من أول كل أنا أتكلم أنا فعلا ما أحب أتكلم عن غيري لكن أنا ناشد بكل والله بكل صوت هلالي والكل قاعد يطالب هذا الشيء وحنا عارفين ومتأكدين أننا قادرين والأخبار التي تتوارى الآن أن القوة الزرقة قادمة إلى عمل جبار مميز إن شاء الله نصطق هذه الأخبار طيب أنا شفت لك بعض المقاطع فيها مناكفات ما عندك تناكف التحديين والنصروين صحيح صحيح الطاقتق موجودة في شيء زيادة عن الطاقتق لا أنا 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 ما أشوف أنا 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 ما ممكن أني أغلط نهائيا على كيان حتى أني في مقطع في يوم من الأيام نزلته إذا في يوم من الأيام متندم على شيء فأنا متندم على هذا كالمقطع وش مقطع مقطع كان قبل مباراتنا مع الأهلي المقصد في أساسي ما كان أنه أهين لا كيان ولا أهين جمهور المداعبة فقط لا غير يعني الطاقتق المضحكة ولكن لما رأيت لها من زاوية أخرى وجدت أنها لا تليق حذفتها واعتذرت حذفت المقطع واعتذرت ومتندم عليه لليوم هذا شيء أعترف جميل بس أنا برضه أشفت لك فيه فيه يعني كنت راجع بعضا لحسابك وجدت شوي فيك أحيانا ما في بس ما في على النصر لا بس ما في الإسقاط على الكيان ما في أنا متأكد طيب خلنا نقول شيء في عبارات أو ألقاب في ألقاب أنا أنا طبعا وكيد كثيرين يعني يصادقون فيها نوع من الاستفزاز وليست طاقتك ألقاب مثل ما أقول لألقاب أوكي أنا ما أكدر أنا أكدر أنا أكدر أنا أكدر بس تتداول بين النصراوين والهلالين والهلوين حيث حتى هنا من الرابط أنا لا أقوى وتستثير للآخر والله على فكرة وما أنك موجود هي فرصة أن الواحد بالفعل يوجه التوجيه الذي يهذب هذا ما هو أنا اللي أقول لك الآن أنا بالنسبة لي أنا كثير يدخلوا علي ناس ومنهم حتى نصراوين ويقول لي يا أخي رجاء احذف هذه التقريدة على طول بحذفها بدون أي تردد حتى لو كنت مقتنى أنه ما فيها شي ليش لأنه أنا كمان ما أبرض على فريقي وأنا من المنبر هذا أنا زعم لو في أي يوم ما في إنسان دائما الحماس والعاطفة في أي وقت وفي أي زمان في أي وقت زي ما أنا واثق بالنفسي واثق أني أقدر أعتذر عن أي تغريدة ممكن ممكن تثير الشارع الرياضي ما عندي أبدا تردد ترى أني لا أعتذر أو أحدف طيب إن شاء الله تصل رسالة جميع نقولها من باب المحور نتكلم فيه ومحور جماهيري جماهيري بحث التالي يجب أيضا أن نعمر رسالتنا في هذا البودكاست وتجربة ودليل إلى كل الناس والدليل جريت رياضية سوّت معاي لقاء مع مصور القناة حقتهم لما جيت تصور قلت لو سمحت وكانت جولة نحلم ونحقق أنا طرفت من المحرر موجود وعندي تلفون وعندي كل شي قلت ولو سمحت أبغى التحديية تصوروا معايا اللي المراء كانت بالنسبة للهلاليين والتحديين نار قايمة صح الجولة اللي نحلم نحقق نحقق الرابعة من الدول أنا طلبت من المصور الرياضية وعندي الصور موجودة في الحساب طلبت منه أني أنا أتصور مع اتحاديين شيء جميل وكان الاتحاد على فكرة يعني وانتعش صحيح يعني جاي بتحدي حتى لما فاز الوحدة بالسبعة صحيح بالمناسبة كيف كانت المرات الاتحاد كنت متوقع يفوز إيه يمانا على حتى رغم عويرة الاتحاد لماذا ميش من باب انه من لا يثق في الهلال لا الهلال الأجود الهلال هو أنا السنة هذه هو أجهز فريق أنا أقول التعادل مع الهلال حيعتبر إنجاز لأي فريق لأي فريق لأي فريق لأي فريق حتى النصر حتى النصر حتى الاهل حتى الاتحاد ومن الآن أنا أقول لك بيتعادل معكم في جدة في جدة النتيجة 3-0 للهلال مع مين؟ مع له توقع والله أعلم طبعا لكن إن صادقت طبعا إن صادفت ما نقول إن صادقت فهي أول توقع يكون عندك انتهيناك في برنامج طيب هذا شيء يرجع لك والهلالين لكن نتمنى دائما تكون بريات مثيرة وقوية هل من فعل الهلال مثل ما ذكرت الآن كانت تقول مثل ما يصادق كثيرون إنه الهلال صار فارق كبير عن الأندية الأخرى ومنافسة عدمت لا مش منافسة عدمت لا أنا ما نتكلم عن المنافسة المنافسة موجودة لكن النفس الطويل أصبح عند الهلال أكثر من غيره من الأندية النفس الطويل في المباراة بس ترى النصر قادم مع مدرب جديد بيولي تغير أشياء كثيرا بفريق أمام الهلال لا ثق تماما ما فيه ما فيه أحد سيجاري الهلال في هذا المستخفى وهنا وهنا الرسالة اللي أوجه لجمعه الهلال إذا الهلال في هذا الكمال والكمال لله أزوجله وفي هذه الحلة الجميلة وما تحضر للملعب هل هذا ما يغرق أنك تحضر ملعب وتتناسى موضوع المواقف وتتناسى موضوع الخدمات يا أخي أنا الهلال أشوفه الآن أشوف الهلال الآن ها هلال زمن يوسف الثنيان رجع لي الآن زمن يوسف الثنيان نعم متعة متعة الهوس الموسيقي الآن الهلال أصبح يعزف على قفارة الإبداع الكروي في زمن تهاوت فيه كل الأوتار طاحت إيش الموسيقى هذه الخلابة عندك فعلا الآن الهلال نغمة الهلال الآن موسيقى داخل الملعب أنت قلت زمن الثنيان فيه زمن اسمه زمن الثنيان ايه كيف كيف زمن الطرى بالهلالي أنا كنت أسميه زمن زمن اللي شفنا فيه الفن داخل الملعب الثنيان الغشيان فحد المصيبيح كورة كانت تلعب بموسيقى وليست بشوت كورة ولا رجع كورة لا كانت فعلا موسيقى في الأرض الملعب الآن الآن هلالنا هذا الآن هو هذا هلال نفس النسخ طيب علمان جميل عموما زمن الثنيان استهل أبو عبدالعزيز جميل أبو عبدالعزيز طيب ما نقول شيء بالنسبة للعبين كيف علاقتك معهم هل الآن من خلال يعني أنت ما شاء الله صنعت وهج مختلف حضور قوي كرمت بمبارات المائتين والآن صار عندك 220 اليوم 21 إن شاء الله كونت علاقات داخل النادي مع اللاعبين مع الإدارة ولا فقط مع المدرج يكفيني أنه لما أروح في المطارات وأقابلهم في المطار بعض اللاعبين أنا طالله يسألهم برا رقب كب تعني شيء صح بعض اللاعبين تعني صح أكيد هذا هو شيء يعني وش ردة يعني وش ردة الفيل عندك لما يجيك لعب أي إن كان اللاعب صغير كبير نجم يقول لك مرة رقم كم لاعب لاحظ أنه أحس أحس أنه في إنجاز قام في زعيمه بس ما رح بأم من ثورة طعام مختلف واللعبين لجانب أنا أقول لك في بعضهم لعبين جانب قالوا لي إياه بالإنجليزي 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 لأنه لما أسوي مع اللقاء أتكلم معه باللقاء وأقول له يعني أنا أقول لك أنا أعطيك مثال مباراتنا في أبهى أول ما بداية لما جاء سيرجي سيفيتش وميتروفيتش وميتروفيتش وكانت البطولة اللي هي العربية أي نعم بطولة سلما سويت معهم لقاء وهم نتنين من الطيارة في المطار في الصالة وشرحت لهم بكلام مطول أنه أنا شخصية أأجي من تابوك وان تاوزن تو هندرد كيلومتر ورا الحلال لما أجي أقابله وطبعا هي الميزة لأن الثوب الثوب لا أعطي علامة يعني ما هو موجود الثوب هذا عند كل الناس التي تلبسه صحيح يعني أنا في كم شخصية هلالية موجودين لهم لبس خاص خلاص حتى نعرف في لبسه معروف في سنين أو ثلاثة يسوي نفسي اللي أنا أفعله كذلك مشجعين مشجعين أنا الثوب صار له خلاص أنت لما تشوف أنا لما أشوف واحد بهذا الثوب بعد فترة مش ملامح الوجه اللي بتذكره فيه بتذكره فيه اثوب نفسه والكلام لما يدار فأحد اللاعبين الأجانب بالضبط قال لي number what's the number what's the number تذكرني على طول سلمان الفرج في فندق في تابوك بعد ما انتقل إلى نيوم واجهته ومسجل في حسابه قالوا خوينا رأي تابوك وذكر في اللقاء قال هذه المبراءة الثانية اللي أقابلك فيها أشوف وفرح فرح فرح فرحة سلمان شفتها فيه لما شافني وهذا شيء يعني لي كثير يعني لي كثير وش يعني لك سلمان طيب بمناسبة أحب سلمان نقطة آخر آخر سطر أنا أحب سلمان وفقدته الآن الآن هو في نيوم عندكم بس فقدته في الهلال كيف فقدته في الهلال براءة الأخيرة كانت أكبر دليل براءة البكيرية مش الخلود البكيرية الملك كاس ملك كاس الملك فقدت سلمان كيف فقدته طيب هو لعب الفريق الثاني تقريبا حتى لو فقدت سلمان فعلا فقدت سلمان مش تكسس بفقد سلمان موسيقى سلمان داخل الملعب سلمان مؤثر سلمان يعرف يعرف في أوقات مؤينة كيف يلدق وقدته وامبرالة خيرة مع الخلود مستغرب من مستوى كنو كنت أتمنى سلمان تحديدا في مبراطة الخلود بعد ما شايف ما نعرف إيش حاصل كنو أنا أتمنى أقول له زي ما قلنا في يوم الأيام لسالم حس يا سالم حس يا كنو الآن نعم وجه نفس الرسالة نفس الرسالة حس يا كنو نحبك يا كنو حس كانت في مشكلة يعني آخر خمسة دقائق بس بدأت دينامو يشتغل عند كنو في المباراة وكم أساسا مباراة كثيرة ما لعبها ولاعب مباراة هذه بعد من هي كان متقدم بربعة لا دائما كانوا يغيب ويرجع وبيعطي المباراة كانت مستوى فيها عليه أنا ما تستفهم كثير ولكن أرجو أقول في هجوم في هجوم أنا عليه كثير أنا ما حب موضوع الهجوم وقلتها وفتغيرتي لودي صح انتقدت لكن كنت شايف في لودي الشي اللي أنطلق ترى أنا كنت شايف في لودي على الفكرة واللاعب اللي راح ميشيل لا بيريرا بيريرا ايه بيريرا رعنا ذاك الشي ثاني يا أمي يا أمي لاعب بس إيش اللي صار معتي أعطوه أعطوه أكثر صح ولا لا نرجع نقول أنه أنا بالنسبة لي لما لعب قديم أو جديد يشوفني ويذكرني يذكرني مباشرة أمامي شي يسعدني تماما سامي الجابر في وإحنا داخلين وإحنا داخلين في بطولة كأس موسم الدرعية وتواجه صار يضحى هلا يقول لي هلا شوف لما لاعب بسطورة يقول لي أنا رجل بسيط جدا يقول لي هلا هلا وفي المقطع موجودة والله يا رجل هذا من واجب النجوم أن يقدروا تعنيلي 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 شيء كبير سامي الجابر ليس غريبا هذا الشيء والله يتعنيلي لما شفتها ذكرتها بالموقف الأول الذي قلت له دون لما قلت له في بداتي قانا قال لك لا 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 ما ذكرت فيها ولكن سامي لأنه أنا كثير أقابل سامي على الفكرة كثير وعندي لقاءات كثيرة معه في اليوتيوب يعني مو من الناس اللي صعب أن يلقاه لا كثير ومن الناس اللي وقعوا لي على التشيرت الغالي على قلبي وعلى سامي محتاج يقدر المشجعين والكبار وعنده تاريخ حافل عموما ماجد عبدالله نعم محيسن الجمعان يعرفوا هذه الشخصية كويس دائما أنا شفت على فكرة مدام جبت انتصيرة النجوم ما أحد ينسى أبدا وكانت يعني كنت يقول توثيق رائع جدا لما وثقت لمائتين شفنا فيها ماجد حيسن سامي رئيس ند النصر مسلي المعمر مسلي المعمر الزميل مسلي العمر طبعا غير طبعا السمير رامير وليدي من طلال وتركيال الشيخ وسادفاد بالنافل ومن بعد النجوم تذكر وكثير طيب خلجي عند مدام جبت انتصيرة النجوم ما أجدوا محيسن بما أنهم من نصر فهد الرئيفي مدام جبت سيرتهم بدي تعطينا الكواريس اللي كانت في ذلك اليوم توثيق المائتين مبارات وحضورهم معك وكانت المناسبة في موسم الرئيس أجمل اللقاء حضرته في كل المسيرة هذه كلها طبعا لأنه في هذا اللقاء كرمني مع المستشار بين الشوطين ووقعني على التشار سيدي صاحب الناس وليد بن طلال ورئيس مجلس السابق الكويتي وفهد المفرج وكثير 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 وكان هذاك اليوم جميل لكن تخيل ماجد عبدالرعش قال لي ماذا قال قال لي يا أخي أنا الآن يجب علي أن أصل لإدارة الهلال من أنت تخيل لعب زي هذا نصراوي يقول لي هذا الكلام وهو ماجد يعني وهو ماجد يا أخي يا أخي يكفي أنه ماجد ماذا قال بس تقصدي العبارة إي يعني قلت له كابتن ماجد أبوى توقيع قال أنا اللي أتجرب أنت اللي زيك أنا لازم أتكلم مع إدارة النادي عنك إدارة النادي يا أخي لما لاعب زي هذا يقول لي كلام زي هذا هل هذا شيء بسيط لا هذا هو هذا هو النجم الحقيقي الذي يقدر قيمة الجمهور وقيمته مشجعة وأكيد أنه لما يشوف واحد مثلك كان فرحان كان فرحان ماجد في التوقيع كان فرحان حقيقي كان فرحان حسيتها فيه شكرا ماجد هذا جميل شكرا ماجد جميل أنك شفت حس بالشعور من خلال اللقاء من خلال التعبيرات من خلال الشكل العام من خلال الجلسة من خلال حديث لمهم جدا شكرا ماجد وبعده معاهد كان قلت لي محيسن محيسن فادي هريفي الناس مبسوطة الناس مبسوطة أصدر على فكرة ترى هذه البطولة جمعت الهلال والنصر بطولة موسم الرياضي جمعتهم جمعة غريبة سواء لا جمهير ولا إعلاميين ولا إيداريين والله هي أشياء جميلة جدا يا عزيزي هل يوجد مشجعين من أندية أخرى لك علاقة فيهم بمثلك يعني مثلا في سنك تقريبا يحضرون بريئة زي اتحاد أهل نصر دهندية الجماهيرية شوف أخليني مدان ذكرت موضوع علاقتي بالجماهير وجب علي وجب علي من باب الجميل أني أنا أشكر كل من وقب معي أنا كزعمه بس سواء من جماهير النادي أو من الجماهير الأخرى هل أقدر أذكر أسماء؟ عادي طلاله بس شكرا من القلب طلاله بس لكل اللي سويته مع زعيمه بس وغير زعيمه بس وليد الأطوي مشجع أهلاوي شكرا وليد من قلبي يا الله ما أجملك حسين رويلي كن دائما داعم لي يا حسين مرة ما أبغى أنسى أحد أبو حسن شكرا الفودة 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 أبو بندر يا أخي أنت رائع قلب هو يا الله فإن الناس اللي دعموني سعات الكلمة والحرف وانت سألتني قبل شيء قلت صفوق قبل أن نطع لها على فكرة صفوق ومحمد التمياد دائما معايا دائما دعميني بالكلام بالتسجير حارصين دائما أنه إلى الأمم هذول الأثنين تحديدا محمد وصفوق دائما يدعموني بكلامي يخليني أمشي يقدام أزيد من الطاقة والله كثير والله كثير ولا أود أن ساعد أشان لا أحد يساعد علي أنت فس جبت اللي جو الآن في السياق الحديث اللي ما جو أكيد أنهم يقدرون والله يكون على تالي ممكن بعدين يحطم بالتغريرات حتى والله يكون تاجع عراسي حاكم سقراط وبس ناس جميع يقف الكلام عند أحمد الشمري زمير كويس يا أحمد الشمري لو أقول لك هذا الرجل يتصل علي اتصالات ويصحح لي بعض التصرفات من قومك حبك أقولها في كذا موقف اتصل علي أبو خالد زعيمه بس التغريد هذه شيئا ما تفهم هذا تاج تحطه على رأسك الشخص اللي بينه وكل مترات يتصل بس علشان يقوم فيك شيئا أو ينبه أو ينبه ما ينبه إلا اللي يحب صحيح ما ينبه اللي يحب فأنا أشكر من ما قام الجميل هذا كل إنسان دعم زعيمه بس الحرف والكلمة والرثويت لأي تغريدة شافها جميلة مني أنا شافها في نظره جميلة ويمكن تذكر أنت أحد الأشخاص المقطع اللي سويته وقت الميتين التفاعل من كل الإعلاميين سواء في المملكة أو حتى في دول الخريج واشتركوا كلهم في فيديو واحد جمعته تمام لما قدموا لي الدعم بالكلمة الطيبة فأقول لكم كلكم شكرا كلكم شكرا طيب زعيمه بس وش مناسبتها زعيمه بس وكنت أعتقد حسابك كان أول زعيم بس بعدين كتبت لسم يوسف الشادري زعيمه بس من أول من أول من أول بدأت Danke نعم الآن ليش تختارت زعيمه بس ما أعرف لم يجري يوسف الشاذري ومين ومين الله أذكر بالخير الإعلامي الحبيب على قلبي حريري يوسف سامي سامي الحريري هو اللي طلب مني والله نعم وقلت له أبشر وتم وفي نفس اللحظة اللي طلب منها تم التغيير وكانت في المدينة طيب ليش ما كنت من أول حطر لا أنا ما تبقى من آية لأنه أنا أصلا أنا أظهر بشخصي أنا أنا ماني مختفي آه فقط لكن كلقب ايه أنا 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 شخصيا رجل بطلع بصوتي وباتكلم حتى بإسمي بذكره أنا من الخفية لأني لا أخجل من نفسي أنا أثق في نفسي فبالتالي هي بس إضافة كانت سببها سامي الحريري الله يذكره بالخير طيب نجي عند الثوب مدام أنك لت الثوب وتقول أي مكان تروح له أصرت أشفر بالثوب حتى اللاعبين وقلنا ونسوله قبل نبدأ حلقة قلت لفيه أيضا فيه ثوب أبيض وزرق عكس الألوان قلت لي إيش واحد في التابوك واحد فريط واحد فصلته في التابوك واحد فصلته في Vol��이 والكل يسألني كل يسألتando هذا السؤال وين فصلت الثوبино فصلت الثوب ثوب متى فصلت الثوب متى بعد أنت بيتشعر هذا الثلاث أيام الهوية؟ الهوية يعني الشعر القديم لا ما كان عندك؟ مع الهوية الجديدة الهوية العالمية العالمية يا أخي برانت والله الهلال برانت كلها مبركات الأستاذ فادب النافو هذا التغيير طبعا التغيير اللي هو امتدال اللي من سبقوه طيب ليش فصلت بها اللون ويظن اللون الابيض حتى أحضر بهوية الهوية الهلالية داخل الملات هذا السبب يعني أنت لما تحضر بهذا الشكل منفت للنظر على فكرة على فكرة ما عمري شلت الثوب بعد المباراة أسافر فيه وأرجع ليه أوه في السفر في الثوب نعم نعم في كل مكان أمشي كده على المفتخر طيب فايز والحمد لله من يوم اللي بستثوين هذه الهلال منهزم وهذا رقم قياسي الرقم كم لان حققه لحظة رقم قياسي حققه كم مباراة حضرتها متواصل الهلال فوز كم كم توقع ماذا ماشا الله عليك أنت بس أعطني الرقم بعدين أعطيك هذا السؤال 42 مباراة متواصلة متواصلة ما تحضر فايز أنت توثق المباراة لحضرتها بعض النظر عن من عام ألف وقلنا من رقم عيد وكر 1489 1987 إلى الكثير مباراة لا تستطيل هذه اللحظة قبل مباراة السلطة 220 واليوم إن شاء الله 21 21 طيب مدام جبنا سيرة الثوب كم قيمته بالله ليس غالي يعني ثوب عادي جدا جدا ولا الغالي يرخص الله أيضا بشك هو قيمته عالية طيب وش علاقتك لا أشوف عليك الكاب والشال وكذا وش علاقتك علاقتك بالمتجر أنا جاءت الآن والله وأنا أشوف المنظر قوية قوية جدا وأنا دائما أروح أخذ كثير أشياء أخذها وأحب أوزحها داخل الملعب يعني يعني زي هذا أنت تأخذ وتبيع عفوا توزع زي هذه مثلا التاقي أحب دائما أخذ أوز أحب أخذ أعلم أوز أحب أخذ كثير يعني كذا مرة أحب أني أعطي في داخل الملعب أشارك كيف ترى المنتجات هل هي تلبي طلبات ورغبة الجمهور لا لأنه اليوم طلبت شغلة ما لقيتها كنت أبغى شيء نسائي عشان أهدي لزوجتي ما لقيت اليوم اليوم وأنت تعتبر مركز وفي الرياض أعتقد فيه أو لا ما فيه نهائي ما فيه وش قالوا قالوا مثلا غير توفر أو لسه لا قالوا يمكن بعد ثلاثة أروا سبيع أنا بالنسبة لي لهذه لا ما فيه أنت متجر رئيسي في الرياض وأكبر مركز المتجر لا مو صحيح لا يفترض أنه لا الأدوات التي موجودة فيها بشكل عام بعيد عن الحاصق النساء عدمي عندهم التغليف الحدايا مرة جميل لكن فيه أشياء شوف لك متطلبات أنت كم شجع توقعي وفروها ايه أنا أحتاج أجندة أستخدمها حتى في أملي أنا محتاج أشياء كثيرة أستخدمها أحب أنها تكون يعني أنا شنطة السفر الهلال الشنطة الهندباك اللي حق الكمبيوتر الهلال الشنطة الهندباك الهلال كلها هلال كلها المتجر كلها المتجر وأحب دائما أستخدمها في سفري في تنقلاتي بسعارهم معقول أو لا معقول جدا طيب أنت أيضا بحكم تنقلك يعني اليوم يوقع بعد ساعة أو نص ساعة تجدها في المتجر مضبوط هذا كلام صحيح لكن أنا أنا بردو أنا قاعد أقول لك هذا زي اليوم أنا اليوم أحتاج أشتري هدية بشعار هلال لزوجتي زوجة زوجة ملقي هذه رسالة أنا أوجهها أتمنى أنه لا طيب في أي مواقف تريد تذكرها موقف صعب صادفك بشكل عام في الموقف صعب موقف مزعج براك ضحكت فرات بوهنك ها بوهنك وإذا أحبت أن نختم بعد طبعا بنتي فنانة تشكيلية ف سوت لوحة بشعار الحلاب شفت لك مقطع قالت لي يا بابا لما تروح الملعب ربقها وأنا في السوشال ميديا وفي تويتر معروف فأنا صورت اللوحة أصلا قبل اللي أطلع من تبوك معايا ومقالد وأنا في المطار تكلمت أحد الأخوان ما بقول اسمه إعلامي وقلت كنت مصيع وقته عشان يشوف لي موضوع حجز الفندوق وقال لي خلاص الغرفة الثانية حقا زوجتك الثانية جهزناها أنا كنت حط سعيس بيك من جنبي ومقالد ووقتهم خالد صارت تتكلم بوهنك بالمهم أقنعتها بطلعة الروح أنه الرجل يمزح وصلنا الرياض وصلنا الملعب عشان لا نطول رفعت اللوحة وصلنا من فوق زعيمه بس ومخالد بس ممتاز هذه هي نحن فأكلنا ضربة عن راس وكننا بوكس أخذنا حقنا أخذ جزائك أخذنا جزائنا هذه من واقف الجميلة هذا موقف طريف في شيء تبقى تروية بأي شكل مشكال لا أقول رسالة واحدة بس جمهور الهلال استمتعوا بهلالكم لأنه هلال الآن إذا ما استمتعت فيه ما استمتع فيه بعدين ولماذا يمسى فيه بعدين لأنه الآن قمة قمة الفوران الهلالية الآن الآن قمة المتعة الهلالية الآن بس إن شاء الله نشوف دائما دوري ممتع وجميل في كل الرسالة الأخيرة إلى سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي أهدنا حفظ الله وراء يا رب انت احفظه وتعزه ولا تعزه قال احلموا وحققه وإحنا قاعدين نحلم وقاعدين نتحقق فأسأل الله إن يجزي عنا كل الخير اللي قاعدين نشوفه الآن اللي قاعدين نشوفه الآن هذا حلم من ضرب الخيال لكن صار واقع احلموا وحققه بكل بساطة وين أول وين الحين ما نقول بعدين أنا ما نتكلم عنه بعدين أنا نتكلم عنه الآن فمن بالك بين بعدين شكرا لهذا الأمير الملهم بكل ما تملكه مشاعري السعودية من جو أقوله شكرا لأنك هيأتنا أشياء كثير والله 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 غيرنا كثير ولا أنا بندخل في هذا المجال لكن شكرا من القلب من مواطن سعودي على قولك بيروح ويجي وبشوف أنا إيش مردودها علي أنا اللي قاعد أشوفه هذه نعمة من نعمة الله عز وجل علينا نحن كجعب سعودي الحمد لله رب العالم الحمد لله أيضا على نعمة المملكة السعودية الحمد لله والشكر دائما لله ثم أيضا لولاة أمرنا كله خادم الحرم الشهي فهين السلام والعهد الأمين وحكومة الرشيدة وأيضا وزاعة الرياضة بالمناسبة واتحاد القدم رابطة في كل المناسبات دائما يتواؤم معها مثل آخيرا نحلم ونحقق نحلم ونحقق اللي كانت أيضا مع الهم الوطني الأخير وفي المنهاية نشكرك أبو خالد شكرا لكن برضا مدام ذكرنا وزير الرياضة يا أخي الرجل يروح للفهد المولد أسأل الله العظيم أن يفرحنا بشفاء ويزوروا بهذه زيارة الجميلة هذه يشك روح لله درح يا أسمو الأمير الله يوفقه إن شاء الله يوفق رياضتنا ووطننا الغالي وفي الختام نشكر الأخ العزيز أستاذ يوسف الشاطري لكن بعدين بغدين سيسميك بعد الشاذلي شكرا أستاذ يوسف رفعت الشاذلي شكرا لجميع الزملاء الذين يعملون لأجل إسعادكم ولأجل أن نقدم مثل هذه الحلقات التي إن شاء الله تغثري المتلق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر